السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن عادات وتقاليد الشعب الالماني معظمنا بيكون عنده حب استطلاع يعرف هم بيعيشوا ازاي بيتعاملوا ازاي بيتصرفوا ازاي في الموقف اليومية احنا اول حاجة هنتكلم عليها وهي ان الالمان بيحبوا التسوق جدا وده بيكون طول ايام الاسبوع بس اللي بيميز الالمان ان هم مش بيصرفوا فلسهم في اي حاجة يعني بيشتروا الحاجة اللي هم محتاجينها هم مش هنقول عليه يعني نقدر نقول عليه ان هم حارسين شوية نيجي بقى اليوم الحد يوم الحد ده بتكون كل المحلات في المانيا بتكون مقفولة ما يكونش في تسوق ولا اي شيء يوم الحد عندهم بالنسبة لهم جو عائلي وفصح وخروجات يعني مع الاصدقاء او مع الاسرة ومش بالضرورة ان هم بيكونوا ببعضهم يعني اللي هم بيروح الكنيسة مش شرط تاني حاجة هتلاقيها في المانيا وبوضوح كدا هي ان اي شيء هيقع منك في الشارع هتلاقيه في حاجة منتشرة جدا هنا انت لو وقع منك مثلا فردة شراب فردة حزاء لو توكت بالنوتة وقعت اي شيء اي ان كان هتلاقيه على جنب في الطريق او هيعلقه لك على اقرب شجرة الموضوع ده انا شفته كتير جدا في الشارع دايما الاقي حاجات محطوطة على الاشجار يعني كذلك برضو لو انت راكب الترام او اي مواصلات في المانيا وفي حاجة ضاعت منك هتلاقيها بكل سهولة الموقف ده حصل معنا احنا شخصيا زوجي كان ناسا شنطة اللابتوب بتاعه في الترام وفضل ثلاث اربع ايام وبعد كده راح المكان المخصص في المدينة اللي احنا عايشين فيها وفعلا لقى الشنطة بتاعته كان فيها اللابتوب وشغل مهم جدا فلقاها بكل شيء فيها دون نقصان يعني تاني حاجة تاني حاجة نعرفها عن المانيا الشعب الالماني ان انت اما تسأل اي حد سؤال لازم تسأله بالطريقة الصحة يعني مثلا انت لو عايز تروح محطة القطر هتقول له لو قلت له مثلا هل ده الطريق لمحطة القطر هيقول لك اه او لا فمش هيفيدك باي اجابة خالص انما لو عايز اجابة مفيدة فانت هتسأله ازاي اروح لمحطة القطر هتلاقيه بيرد عليك ويشرح لك بكل يعني بكل تفصيل هيشرح لك بكل تفصيل الطريق وهيكون مرحب بيك جدا رابع حاجة هنلاقيها في المانيا ان الحكومة بترفض تسمية الموليد يعني باسماء معينة لو كان الاسم اللي تسمى دوت مش بيدل هل الاسم ده زكر او انثى فهم معظم الالمان هتلاقيهم ان هم بيختصروا الموضوع دوت وبيسموا مثلا مايكل او ماريا لانهم موضوع تغيير الاسماء لو ما عجبهمش بعد ما يكونوا سموه ده بيكلفهم مصاريف فهم بيختصروا السكة يعني بعد كده من اكبر الاخطاء ان انت تعملها مع اي حد الماني هي انك تهني بعيد ميلاده قبل ما عاده يعني ده بالنسبة لهم فالوحش جدا وان الشخص ده هيحصل له حاجة او هيموت يعني فاياك انك تقول لحد كل سنة وانت طيب او عيد ميلاد سعيد قبل عيد الميلاد بعد كده في حاجة كمان غريبة وهي غريبة جدا خاصة علينا احنا العرب وهي ان انت لو قلت لحد شكرا معناها ان انت بترفض العرض بتاعه او بتقوله لأ يعني مثلا انا لو بركب الترام ومعايا الكندرفاجن بتاعت الاطفال اللي هي العربية اللي بنحط فيها الاطفال وحد بيعرض علي المساعدة بيقول لي هل تحتاجي مساعدة فانا بقول له شكرا على اساس انه ايوا يلا ساعدني بقى وارفع معايا الفاجن وكده هو لأ بيبتسم الشخص ده وبيبعد بعيد هو اعتبر ان انا قلت له خلاص ان هو ان انا برفض مساعدته او ان انا مش محتاجة المساعدة فلو انت موافق على حاجة حد الماني بيقدمها لك قل له بت يعني من فضلك او لو سمحت فبلاش كلمة شكرا في حاجة كمان مهمة جدا في الالمان وهي احترام المواعيد الالمان بيحترموا المواعيد جدا جدا شايفين ان احترام الشخص للمعاد هو احترام للشخص اللي منتظره اصلا يعني يعني مثلا انت لو عندك معاد مع حد وعزمك على الغداء او العشاء او اي شيء مثلا لو عزمك الساعة خمسة انت حاول تجاهز نفسك وتزبط حالك بحيث ان انت تكون قدام الباب خمسة لا ثلاث دقائية بحيث تخبط ودخل بالزبط يعني هم فعلا بيهتموا بالوقت جدا حاجة جميلة كمان هنلاقيها في الشعب الالماني وهي ان الشعب الالماني دايما بيشكر اي حد بيقدم له او اي خدمة حتى لو كانت بسيطة ولو انت في نظرك انها ما تستحقش الشكر فهو بيشكرك عليها بيقولك دانكي دانكي شون دايما بيشكرك لو قدمت له اي شيء بسيط كمان الالمان بيقدروا ان انت تهديهم بحاجة يدوية انت لو رحت لحد الماني وقدمت له كيك بسيط من ايدك انت عملته في البيت او لو عملت كروشي او لو عملت مفرش او اي شغل يدوي وقدمته لهم ده بالنسبة لهم قيم جدا وان انت تعبت نفسك وعملت مجهود فيه كذلك لو انت عزمت حد في بيتك الماني وعملت له اكل ده بالنسبة له شيء شيء كبير جدا ان انت تعبت ووقفت وقدمت له شيء يعني هما في الغالب عندهم وما يعزموك اصلا الالمان بيعزموك على حاجات بسيطة جدا ممكن يقولك تعال انا عزمك على الغداء وتروح في الاخر تلاقي اعملك سلطة يعني انت تاكل سلطة بس غير عزمتنا احنا العرب بقى بنقعد نعمل انواع ما حاشي وانواع مش عارفت ايه ونعمل السفرة هما لقا عندهم ممكن يقدملك عصير مع السلطة وهو ده انه هو كده خلاص اعزمك على الغداء يعني بعد كده هنلاقي ان الالمان اصلا ما عندهمش وقت للزيارات يعني هما مش بيزوروا بعد خالص الا في الاعياد والمناسبات يعني وعند الضرورة بعد كده هنلاقي ان الالمان عندهم صراحة في الكلام جدا ما عندهمش مجاملات يعني هيقولك اللي هو شايفه بالزبط مش هيحاول ليحور في الكلام ولا يجمل لك ولا اي شيء في الكلام معظم الاسر الالمانية برضو هنا بتكون عندها كلبة او قطة يعني بيحبوهم جدا وبيعتبروهم زي اولادهم وفيه ناس بيبقى عندهم اكتر من كلب اكتر من كلب في البيت الشعب الالماني فيه حاجة جميلة جدا جدا وهي انك طول ما انت ماشي في الشارع اصلا انت مش بتلاحظ الفرق بين الغني او الموظف العادي او الحد اللي هو معاه فلوس كتير عكس بلادنا العربية طبعا ان احنا بنعرف الانسان من شكله من حالته من كل شيء هل هو يعني ما يصور الحال ولا عايش على قده يعني دي حاجة برضو يرجع لها طبعا الحالة الاقتصادية للبلد ومستوى الدخل والمعيشة بيفرقوا كتير جدا فيها مثلا هنلاقي برضو ان الشعب الالماني بيحب السوسيس او السجوء كتير جدا لدرجة نوع عندهم اكتر من 600 نوع كمان الشعب الالماني يعني احنا في معتقداتنا او انا هتكلم عن نفسي ان انا دايما كنت قبل ما ماجي المانيا كنت اقول ان الاجانب دايما بقى هما عايشين حياتهم خمر والحاجات ديات كل يوم بيشربوا خمر كل يوم خمر وصهر بس في الشعب الالماني ده مش موجود هما بيشربوا الخمور او بيصهروا بيكون في الوك اند في الوك اند اللي هي نهاية الاسبوع لان هما بيناموا بدري جدا غالبا يعني المعظم بينام من تمانية او تسعة وبيصحوا مساعة خمسة يعني شعب نشيد جدا ما عندهمش الكسل فهم بيهتموا بحاجة زي كده كمان الالمان عندهم جدية والتزام في الشغل جدا يعني وقت الشغل وقت الشغل تلاقي شغل يعني ما تلاقيش مثلا موظفة قاعدة وجايبة ملوخية وبتأمع البامية والناس وقفة عالطبور طبعا ما فيش حاجة جميلة كمان في المانيا ان انت لو عندك معاد في اي مؤسسة حكومية بتخلص ورق لو بتخلص فيزا بتخلص حاجة بيقولولك مثلا تعالة في الوقت المحدد بنروح ننتظر مثلا شوية صغيرين نلاقي الرقم بتاعنا على الشاشة فبنجي داخلين بدون اي عناء يعني كمان حاجة موجودة ان الشعب الالماني بيحب السفر وبيحب يتعرف على الثقافات التانية يعني والحضارات كمان يعني الحاجة دي انا شفتها اما مثلا يقابلني حد في الترام المادي ويسألني مثلا انتم من اي بلد او كده فانا لو عارف ان مثلا انا من مصر فهو يقول لي اه فعلا من عندي مثلا الاهرامات من عندي اه شرم والغرداء هما في المعظم عارفين الغرداء يعني فدي حاجة ان هو يقدر نقط التواصل بينك وبينه بيبقى فرحان ويقولك ايوانا زورت بلدك في الحتة المكاني الفلاني كمان اه كمان هم هتلاقيهم دايما خاصة كبار السن اللي هم يعني كويسين لان فيه كبار سن كده معقدين شوية وشايفين ان اي حد محجب واخد حقوقهم وساعات بيبقى فيه منهم عنصرية بس الحقيقة مش عندي في الجنوب لان انا عيشة في جنوب الغرب الالمانيا في بادم فمش عندينا عنصرية زي في شمال المانيا مثلا لو انت راكب الترامو هتلاقي مثلا حد يسألك يفتح اي كلام معاك يعني هيقول لك مثلا هو ده ابنك معين انت معروف يعني ده ولد ولابس لبس اولاد وما لمحه ولد يعني فهو يفتح الكلام ويقول لك هو ده ولد انتوا جايب من اي بلد اسمه ايه عنده كم سنة ويقعد يفتح معاك الحوارات دي فهما بيحبوا جدا ان هما يتعرفوا على الناس كمان الشعب الالماني بيحب القراءة جدا الشعب الالماني بيحب القراءة جدا هتلاقي عندهم يعني من اول الولادة هما بيقرأوا للطفل الصغير وتلاقي الام جايبه كتب مصورة وبتحكي الاطفال دي برضو بشوفها دايما في الشوارع او في الترامو انا رجبة بلاقي ان الطفل ماسك الكتاب ويقالف في الصفحات حتى ممكن ما يكونش يعني كمل السنة فدي حاجة ما شاء الله يعني روعة جدا بشوفها دايما طبعا في حاجة في المانيا ان هي ممنوع الصوت العالي في مواعيد محددة او ممنوع الازعاج خاصة من الساعة واحدة الظهر لتلاتة العصر من واحدة لتلاتة دي ممنوع خالص ان انت تعمل اي خبط او دوشة او الحاجات ديت وكذلك من الساعة تمانية مساء لحد الساعة سبعة صباحا في الوقت ده انت لو عملت الدوشة هما بيطلبوا لك البوليس وبيجي لك طبعا حاجة كمان في الالمان ان هما بيخافهم الامراض جدا يعني انت لو هتلاقيهم ما بيفتحوش الشبابيك خالص هتلاقيهم ما بيفتحوش الشبابيك خالص غير لوقت التهوية المحدد يعني احنا مثلا انا عن نفسي بحب ان انا نفتح الشبابيك طول اليوم ادخل هوا في الشقة وشمس وكده هم ما بشوفش اي شبابيك من شبابيكهم مفتوحة غير ممكن يفتحوه الصبح بدر قوي او اخر اليوم خالص يهوه وخلاص يعني نص ساعة بالكتير عشان هما بيخافهم الامراض بعد كده ان الالمان اصلا ما بيحبوش حد يلمس اطفالهم او يقبلهم وكمان لو انا مثلا امي وابني بيأكل شيء معين وفي طفل الماني جنبي وبيبص على الاكل انا ما اقدرش ان انا دي الطفل دوت اي اكل من اللي معايا غيرا ما استأذن الام الاول هل مسموح ان ابنك ياخد ولا لأ فلو وفقت اه لو في ناس ما بتوافقش وده الغالب ما بيوفقوش ان اطفالهم ياخدوا اي حاجة من اي حد يعني فلو شفت حد الماني معا طفل اه في الغالب ما تلمسوش اه كمان الالمان ما بيحبوش ان حد يتكلم بصوت عالي اه يعني انت لو في الشارع وبتتكلم انت وصحبك زي عندنا ما بيحصل في البلاد العربية او خاصة في مصر احنا عاديين بقى بنحب نهزر وبنعل صوتنا هتلاقي كل الناس بتبص عليك خاصة لو اتكلمنا في الموبايل بقى يا ما شاء الله على الصوت العالي اه الصوت بتاعنا احنا هتلقائي يعني بنعل صوتنا فهم انت لو عملت كده هتلاقي ان كل الناس بتبص لك باستغراب جدا اه في حاجة كمان ان هنا ان لو الاشارة لونها احمر والطريق فاضي مفيش عربيات خلص بتعدي استحالة تلاقي حد بيكسر الاشارة المرور ويعدي بينتظروا لحد ما تبقى خضرة اه وبيعملوا كده يعني اه خاصة لو في اطفال صغيرين عشان يعودوهم على الحاجة دي انا ابن الصغير بقى متعود ان هي اما تكون اخدر يلا يا ماما نعدي احمر غلط ممنوع ممنوع نعدي فبنستنى ان احنا بنعديش حتى لو انا مستعجلة فعشان خاطر الولد اه فباستنى اه يعني طبعا اه فيه الناس بتكسر القاعدة ديت يعني اه وبلاقي اه خاصة كبار السن بيكونوا مستعجلين او اي شيء بلاقيهم وبلاقيهم جمه عديين على طول اه فيه طبعا طريق فيه طبعا طريق للسيارات وطريق للمشاء وطريق للعجل اه فطبعا انت ما ينفعش بتعدي الطريق من اي مكان غير الطريق المخصص لك من عند الاشارة المعينة دي لانك لو عملت كده هتلاقي كل الناس اصلا يعني مش هيسبوك تعمل كده اه كمان عنده الالمان عندهم اه نظام خاص في اه تقسيم القمامة هتلاقي هم عندهم سنديق مخصصة للبلستيك وللورق وللزجاجات وللازاز وللمواد العضوية وباقي الاكل فالموضوع ده ان شاء الله نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني الواحدة طبعا لو الالمان انت واقف في صف ورايح تشتري مثلا اكل من محل وعليه زحمة جدا ووقفين طبور او في اي مكان لو لقيت طبور انت ما ينفعش تبلطج على اللي قدامك مثلا وتروح توقف قدامه لازم تنتظر في دورك لحد ما ييجي وما تتعداش اللي قدامك ولو حد لازم تسأل طبعا اخر واحد في الصف هل انت اخر واحد ولا في حد بعدك فهيعرفك فبالتالي هتقف في دورك دي حاجات بسيطة جدا حاولت اقولها لكم لاحظتها بنفسي في الشعب الالماني او في المكان اللي انا عيش فيه ويوميا طبعا فيه سلبيات كتيرة جدا بنشوفها بس انا النهاردة حاولت اقول لكم الاعداد والتقاليد عموما ده مش معناه ان كل حاجة في المانيا جميلة اكيد في كل بلد فيها سلبيات وايجابيات ان شاء الله هنحاول في الفيديوهات التانية نوضح باقي يعني المعلومات عن المانيا والحاجات اللي تحسك ان انت عرفت الشعب ده بيفكر ازاي وبيعمل ايه وكده اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش اه تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته